اشتركوا في القناة الزامن مان رسول الله صلى الله عليه وآله الزامن مان فاطمة عليه السلام لذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول جربوا ولا تشكوا اجعل لديك ثقة بكلام أهل البيت عليه السلام وسوف تجد الفرج لا محالة نريد أن نتعرف على هذا العلاج الذي رواه أهل البيت عليه السلام وورد في كتاب وسائل الشيعة في باب الدعاء وهذا الكتاب جدا مهم وهذا الباب جدا مهم دخل النبي صلى الله عليه وآله على السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام فوجد الإمام الحسن عليه السلام موعوكا مريضا طريح الفراش فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وتألم على مرض الإمام الحسن عليه السلام جلس عند رأسه فنزل جبرايل عليه السلام فقال يا محمد ألا أعلمك معاذة تدعو بها فينجلي بها عن الإمام الحسن ما يجده من هذا المرأة فقال النبي صلى الله عليه وآله بلى الراوي يمان السيدة زهراء عليه السلام فقال جبرايل قل يا محمد اللهم لا إله إلا أنت العلي العظيم ذو السلطان القديم والمن العظيم والوجه الكريم لا إله إلا أنت العلي العظيم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات حل ما أصبح بفلا فدعى النبي صلى الله عليه وآله بهذه الكلمات ثم وضع يده على جبهة الإمام الحسن عليه السلام فإذا هو بعون الله قد أفاق وذهب منه ما فيه من مرأة هذه الرواية رويت أيضا في كتاب مهج الدعوات صفحة 141 لمن أراد الزيادة من هذه الدعوات المباركات لسيدة زهراء عليه السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر